كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي عن تقديم طعن من أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان على المصادقة التي جرت على جداو الموازنة عام 2024 وقال الكاظمي إن الطعن المقدم بدعوى أن الأرقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج إلى تشريع قانون جديد بقراءة أولى وثانية ومصادقة نهائية ولفت إلى اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي إلى تمويل مركزي وهذا الأمر يعتبر تشريع آخر لا يمكن زجه في جداو الموازنة وأشر الكاظمي إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أحلت هذه الدعوة إلى رئاسة مجلس النواب وطلبت الإجابة خلال 15 يوما